بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحاول حلال هذه الحصة إكمال المحاضرة الخامسة للدرس الثاني اللي عنوانه Energy Energy Transfer and General Energy Analysis بداية أود الإجابة على السؤال وحدة الwork energy وحدة الwork بما أنه energy فهي جول أو وحدة الpower بما أنها تساوي الwork على الزمن يعني جول per second فهي الوات خلال هذه الحصة نبدأ بداية بتعريف ديفيرانسيال كلمة ديفيرانسيال فهنا نلاحظ أنه ديفيرانسيال في كلمة inexact أو كلمة exact كلمة inexact يرمز إليها للمشتق بسمال دلتا وكلمة exact يرمز إليه للمشتق بحرف D كلمة inexact ديفيرانسيال that means the differential needs to know the details of process أو معرفة خاصيات الإجراء أو حيثيات الإجراء بينما الثاني اللي هو الإجزاكت لا يتطلب معرفة إلا البداية والنهاية Depends on no way and the details of process فقط قلنا يعترف بالبداية والنهاية مثال هذا بالنسبة للwork لو حطينا سيارة في البرجينج حقا للسيارات أو وين نوجد السيارات في مكان معين ثم ارجعت للسيارة هذه بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات ولحظت أن السيارة مات غيرت من مكانها لو سألتكم سؤال هل السيارة هذه تنقلت من مكانها خلال هذه الثلاث ساعات أو الأربع ساعات نعم أو لا أكيد رح يكون هنا فرق في الإجابة فبعض الطلبة يقولوا لي مات حركة السيارة وبعض الطلبة رح يقولوا لي تحركة السيارة فإذا لحساب الشغل اللي سواته السيارة يلزم لي نعرف ماذا حدث في هذه الزمن المنقضي فيمكن للسيارة أنها تحركت من مكانها ورزعتني نفس المكان أو يمكن للسيارة ما تحركت من مكانها وهنا يكون وارك يساوي سفر حساب إنه زي ترانسفير بي وارك رح يكون هنا في مقطعين سلايد الأول اللي هو رح ناخذ فيه النظام هو غاز والسلايد الثاني اللي رح يكون بعدين رح ناخذ فيه بوليتربيك بروسيس أو إجراء معين هنا أخذنا في النظام الأول إنه الغاز محصور ما بين استوانة ومكبس فإذا نظامنا هنا نظام مغلق لا يسمح بخروج الغاز The total force أو الطاقة التي ينتجها الغاز على البستن تعبر عنها بالpressure في الأي الpressure يرمز إليه بحرف P والأي يقصد بها مساحة المكبس So the work done by the system هنا يمكن تعريفه بهنا Small delta أو differential work يساوي pressure في الأي DX بعدين رح نساوي أنه يساوي P DV هذا لأنه الأريا أو مساحة المكبس في DX رح يديني حجم ويرمز إليه بDV زي ما معرف هنا the change of the volume of the system أو تغير حجم الغاز هنا الwork رح يكون أو الwork الكامل رح يكون التكامل بين V1 and V2 يعني الحجم في state 1 and state 2 أو الحالة 1 والحالة 2 P DV أو elementary work هنا للإشارة عرفنا قبل أن الwork يساوي F DX ما بين X1 and X2 فهنا لحسب المشتق رح يكون البداية والنهاية فهنا المشتق هو V فإذن البداية والنهاية هي volume الwork هنا يكون موجب عندما يكون هناك expansion هذا يعني أن الغاز يدفع المكبس إلى التحرك فإذن هنا النظام أو الغاز هو ليسوي الشغل على المكبس فإذن هنا الwork هو down by the system وهذا موجب زي ما سوفنا في الحصة الماضية حالة ثانية الwork is negative وهذا يعني إيش في حالة الcompressant فلو فرقنا أن الهواء الخارجي هو ليضغط عن المكبس عسان يتنقل إلى جوه فإذن الهواء الخارجي أو surroundings أو المحيط الخارجي هو ليسوي لي شغل ويدخل للنظام فالحالة هذه زي ما شفنا الحصة الماضية الwork يكون بالسابق حساب الwork أيضا تم إلى زي ما قلنا polytropic process polytropic process أو ما يعبر عنه بالعلاقة PVSN يساوي constant وهذا ينتج عنه أن الضغط يساوي constant في V السالب N حساب الwork باستعمال المعادلة اللي سوفناها قبل في المثال اللي قبل يساوي PDV تعويض الpressure بالقيمة هذه يكون في المعادلة هنا ثم نحسب التكامل رح نحصل النتيجة هذه تعويض الكنستن بإيش؟ بقيمتها اللي موجودة فوق رح نتحصل أخيرا عن أن الwork في polytropic process يساوي P2V2 minus P1V1 على تقسيم 1-N هنا نكون خلصت المحاضرة فقط نطلب منكم هنا زي الهومورك الصغير الرجاء حساب حساب الwork بالنسبة لعلاقة PV أس 1.4 يساوي constant